ارتفعت حصيلة القتلى في قصف استهدف مخبزاً في مدينة لسيت شانسك بشرق أوكرانيا ارتفع إلى 28 شخصاً وإصابة 10 آخرين على ما أعلنت وزارة حالات الطوارئ الروسية اليوم وقالت الوزارة إن عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض مستمرة واتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجي الروسية ماريا الزخروفة اتهمت أوكرانيا بقصف مخبز تواجد به عدد من المدنيين ولم يتسنى التحقق بشكل مستقل من التقارير المتضاربة بجأن عدد الضحايا كما لم تعلق أوكرانيا بعد على الهجوم